طيب هنروح لسيدات بقى كرة أسلة في النادي الأهلي النهاردة قدرت النشاط الرياضي علانة التعاقد مع اللعبة طمارة نادر السيد تعاقد معها قادمة من نادي الجزيرة في صفقة انتقال حر الحقيقة دي سورة طمارة أنا أسف قادمة من نادي لا نادي الجزيرة نادي الجزيرة الطمارة كانت بتلعب السنة اللي فاتت في نادي الجزيرة وهي عادها كان مع الصيدة أنها كانت راحة يا عارة مع الجزيرة طيب تمارة يعني بتلعب في مراكز كده بتلعب في 3 و 4 و كانت مفيدة جدا و دي طبعا صور من توقية العقود و أضف طبعا وضح كابت خاد العودي أن النادي تم التعاقد مع تمارة لمدة 4 سين جاية في إطار خط التدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات دي صورة كابت خاد العودي طبعا مع أو تمارة مع كابت خاد العودي وضف عن التعاقد مع اللعبة جاء ابو نعنى على الرؤية الفنية لجهز الفن بقادي كابت انطار خيري في إطار التدعيمات بأفضل العناصر من أجل موصلة حصد الألقاء في الفترة المجبلة الموسم اللي جاء للسيدات مش سهل يعني هنقول أصعب من الموسم اللي فات الموسم اللي فات ما كانش سهل برضه ولكن سبورتنج الحقيقة ضم 3 لعيبة جداد منهم اتنين كانوا عندنا هلا شعراوي ونور علي طالعات والاتنين بالعبوا تحت الحلقة عندنا السنة جاء منافسة قوية من سبورتنج طب الاتنين اتنقلوا ليه لأن النادي الأهل ما سجلهمش فبقاهم ينتقلوا لأي نادي تاني فالاتنين دول الحقيقة كمان ما لعبوش مع نادي الأهل السنة اللي فات ولكن السنة جاء هيلعبوا مع سبورتنج يعني اوه ما لعبوش معك ولكن هيلعبوا السنة جاء مع النادي المنافس فالنهاردة انت عندك هيبقى تحت الحلقة مشكلة طبعا سمعنا كمان المحترفة تم التوقية مع محترفة افريقية كل الكلام ده طبعا هيتم الاعلان عنه فور ما النادي الأهل يعلن عن الصفقة يعني فيه تدعمات شغلة ولكن موسم السيدات السنة جاية مش هيكون سهل بالمرة لأنه فيه تدعمات من ناحة سبورتنج فيه السيدات بشكل كبير مع محترفة كويسة هيبقى الأمور لأنه اسمعت كمان نادي سبورتنج طاقت مع المحترفة الامريكية اللي كانت بتاعة نادي الجزيرة المحترفة دي بتلعب في موزيشن تو شويتة جدا جدا سريعة بول كنترول فكده بقى بره الحلقة جامدين وتحت الحلقة جامدين ده طبعا بالإضافة للعيبة اللي موجودين أصلا هاجر وغيره وغيره اللي موجودين في نادي سبورتنج الوريدي نادي سبورتنج كان واخد بطولة أفريقيا السنة اللي فاته ففريق مش سهل فالسنة جاية التصور هيبقى المنافسة قوية مع النادي الأهلي في سلة السيدات